يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل وهؤلاء الأطفال يحتفلون بطريقتهم أيضا ولكن ليس بالذهاب برفقة أسرهم للحدائق والملاهي وإنما في هذه الشوارع يعملون ويكدون فالأطفال في تعز لا عيد لهم إذن ولا مقاعدة دراسية ولا أحلام أيضا فقد كبروا قبل أوانهم وحملوا همّا أكبر من أعمارهم الحرب والنزوح والفقر وغياب دور المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال كلها عوامل ساهمت في تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في تعز حيث أدت الحرب الدائرة منذ نحو خمس سنوات إلى دخول فئة واسعة من الأسر تحت خط الفقر وهذا بدوره جعل من الأطفال يعيلون أسرهم بعد فقدانها لمصدر دخلها الرئيسين إذا تكلمنا عن منظمات مثل منظمة عالمية تتبع الممتحدة اليونسيف وهي الخاصة بالطفولة أيضا نجد أن تدخلاتها ضعيفة جدا في هذا المجال وتدخلات غير مباشرة ربما لن تصل أثرها المباشرة إلى الطفولة هذه إلا بعد انحرافها لا إحصائيات تذكر لظاهرة عمالة الأطفال التي تفشت بشكل ملحوظا بعد الحرب وتتنوع مهن الأطفال بين خطيرة وصعبة إضافة إلى آثار أخرى خلفتها الحرب متمثلة بالاستغلال الجنسي والتجنيد الإجباري واستخدامهم كدروع بشرية وفي ظل غياب دور السلطات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال حماية الطفولة يصبح الشارع هو الخيار الوحيد أمام هؤلاء الأطفال ليرقى السؤال الأبرز أين دور السلطات والمنظمات في التصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها نالت الحرب من كل شيء في تعيز وكان لهؤلاء الأطفال النصيب الأكبر فمن لم تنتهي حياته برصاصة قناص أو بالقصف انتهى به الحال إلى هذه الشوارع مكدا باحثا عن لقمة عيش مهى علي قناة بلقيس تاعي